تبذل الإدارة العامة للمرور جهوداً كبيرة لتعزيز مفاهيم مستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين كونهم جزء لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية وتجسد جهود الإدارة العامة للمرور المعنى الحقيقي للشراكة بين الجميع لتحقيق هذه الغاية المهمة السلامة المرورية هي الغاية الأسمى التي تعمل على تحقيقها الإدارة العامة للمرور فحفظ الأرواح وحماية الممتلكات يتحقق من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع رجال المرور بما يضمن حركة مرورية انسيابية وأمنة فاحترام القواعد والأنظمة المرورية أمر في قاية الأهمية للوقاية من الحوادث وتأمين السلامة العامة ويتم إحالة بعض المخالفات الجسيمة التي تستدعي إلى النيابة العامة لقراض التشديد والتغليض في العقوبة وأيضا في نفس الوقت تقوم الإدارة العامة المرور بأعمال أدوات الإدارية من سحب رخص القيادة وحجز المركبات وبخاصة بعد صدور قرار سيدي صاحب مع الوزر الداخلية 165 الذي سمح بتمديد فترة حجز مركبة 60 يوم بدل مكانها 30 يوم للمخالفات الجسيمة التي تتشكل بذات خطرا على مستخدمي الطريق سواء على الساق نفسه أو حتى على غيره من مستخدمي الطريق العام ويكون ذلك من خلال توظيف التكنولوجيا من خلال الكاميرات التي ترصد الإدارة العامة المرور فيها هذه المخالفات وأيضا من خلال انتشار الدوريات والرجال المرور على كافة الشوارع والطرق ورصد أماكن التي تزداد في هذه المخالفات واتخاذ فيها بالتأكيد الجراءات الغانونية وهكذا فإن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق استراتيجية واضحة لإرساء مفهوم الثقافة المرورية ورفع معدل السلامة بشكل ملحوظ فيما يتعلق برصد المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤدي للحوادث هناك بعض من السواق يعتقد أن هناك عوامل تقيه الوقوع في الحوادث أو تحميه من الوقوع للحوادث نفس البعض السواق يعتقد أن حتى أثناء استخدامه أو قيادته بسرعة أن مميزات مركبته أو مصفاته تقيه من وقوع الحوادث وهذا يعتقد خاطئ لأن السرعة بذات من دفاع المركبة لا تمكنك من السيطرة على المركبة وبالتالي تكون احتمالية وقوع الحوادث أكثر من المعتاد وأيضا هناك من بعض السواق يعتقد أن استخدامه للطرق الداخلية أو استخدامه للطرق القصيرة في تجاوز حدود السرعة أو حتى حالات تسابق قد لا تعرضها للحوادث وللأسف هذا يعتقد خاطئ وهناك حوادث مأساوية على هذه السلوكات الخاطئة ومدى خطورت على مستخدم الطريق ومدى خطورت أيضا على ساق المركبة نفسه مرتكب المخالفة أو السلوك الخاطئ إن الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة هو الأمر الذي يتم في إطار شراكة وتعاون مع كافة مستخدمي الطريق بالإضافة إلى تجنب السلوكيات الخاطئة لتجنب وقوع الحوادث وضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية